هسه اغلب المتزوجين هم اللي يتحارشون بالبنات مو الشباب الكبار هسه مثلا لو بينا ركبه التاكسي حتى تسعدين ركبين ويا شاب لو تركبين ويا رجال شبير المتزوج هو اللي يتحارش هذا كان رأيي احد السيدات العراقيات اللي تقول ان المتزوج والكبير بالعمر هو اللي يتحارش ويضايق النساء بالشارع او بالتاكسي او بالاماكن العامة المختلفة قبل كانوا الاهالي يوصون بناتهم اركبوا ويا التاكسي اللي شبير بالعمر على اعتبار الشايب عقل شبير ومحترم ويعرف الصح من الغلاط والطالبة او الموظفة تكون بقد بناته بس اليوم السالفة صايرة بالمقلوبة للأسف قامت اللبنية توثق بالشاب اكثر من الشايب سواء بالتاكسي او كاختلاط بالحياة العامة تبقى هالامور مو قانون ولكل قاعدة شواد مأسب رأيكم منو اللي يتحارش اكثر الشباب لو الشياب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة